لكن طبعا كل الناس عايزة تطمن على النجم الكبير الكابتن رضا عبدالعال نجم الاهلي والزمالك والكرة المصرية وطبعا نجم البريمو هنا معنا وبنتشرف طبعا ان هو موجود معنا القصة بتفاصيلها ان الكابتن رضا عبدالعال يعني تاني يوم مكان موجود هنا مع الكابتن محمد فاروق والكابتن شادي محمد يمكن هو الراجل كان عنده مشاكل شوية صحية قبل الحلقة اصر على ان هو يكون موجود في الحلقة تاني يوم وانا يمكن علشان متعايش شوية بالتفاصيل مع الكابتن رضا عبدالعال بدأ يحس بمشاكل في القلب وبدأ يحس بمشاكل صحية وكان عرض وفجأة يعني عرض التحليل الخاصة به على طبيب بالصدفة بالصدفة البحتة يمكن كانت بنت الكابتن رضا عبدالعال عند دكتور وقالت له ان والدي بيعاني من المشاكل فقال لها بعطي لي التحليل لقال لهم وقال لهم لازم تكونوا موجودين تاني يوم بكرة الساعة 10 صبح في المستشفى احد المستشفى في الدقي اللي واقف قدامك كابتن رضا عبدالعال زي ما انت شايفين الفيديو اللي انت شايفينه دوت بعد مأجرى الجراحة الخاصة بيه او جراحة الاسطرة الكابتن رضا عبدالعال عمل اصطرة في القلب مبارح ويمكن حصل بعض المضاعفات شوية لكن هو الحمد لله تحسن كنت طبعا متقاصل معاه بشكل دائم بتمناله الشفاء باذن الله ده يمكن اللي انت شايفينه زي ما بقولوك كده مع العاملين والطبعا الامن والناس في الشارع اللي كانوا قدام المستشفى اسماء خروجه بعد اجراء الاسطرة في القلب يعني بعد الرجوع للطبيب المعالج فالكابتر رضا عبدالعال سيجري جراحة قلب مفتوح خلال الايام المقبلة ووفقا ليه الوقت اللي هيحدده طبعا الطبيب المعالج للنجم رضا عبدالعال بتمنى طبعا الشفاء للكابتر رضا عبدالعال وانعارف ان كل الناس بتتمنى الشفاء للكابتر رضا عبدالعال واحد طبعا من اهم النجوم في الكرة المصرية ومن اهم المحللين في مصر والوطن العربي وليه اراء طبعا مهمة جدا جدا يرجع بالسلامة ان شاء الله يرجع للبريم ويرجع ليه كل الناس والأسرته قبل ما يرجع لعمله والشغله ولجماهيره طبعا اللي بتتابعه في كل الاوقات